محرقة المجندين اليمنيين في الحدود السعودية أخدود بري رمت فيه السعودية ما يربو عن 15 ألفا من المجندين غير رسميين دفاعا عن الشريط الحدودي للمملكة مع اليمن منذ منتصف العام 2018 تعمل السعودية عبر شبكة سماسرة على استقطاب مقاتلين يمنيين لاستخدامهم فيما يشبه الدروع البشرية أمام جنودها على حدودها الجنوبية في مواجهة ميليشي الحوثي الآلاف من المقاتلين لا يعود منهم سوى القليل ممن يتمكن من النجاح أو الجرح الذين تعيدهم المملكة بجراحهم النازفة إلى سكن مخصص لهم في مدينة مأرب قدمنا نحن هذا حدث لنا الدكتور يحولون إلى جدة سجل لنا التحول الأول ووصلنا إلى مركز سلمان قالوا مركز سلمان ماشي هذا ما يتبعش ركتلوهم اللي يحجدوا وين يحولون المئات من هؤلاء وجدوا أنفسهم بلا راع يطببوا جراحهم حتى من بدلوا أرواحهم من أجله تركهم على الحدود يشترون آلامهم بعد أن انتهت مهمتهم تبدل السعودية فتاة الأموال لشبكات لتجارب البشر التي تضم في صفوفها ضباطا في الجيش وعناصر في الأمن وبفضل هذه الأموال يعملون تحت سمع ونظر السلطات المحلية في المحافظات المستهدفة ويستقطبون آلاف الضحايا تزج المملكة بالضحايا في أتون معركة رهيبة لم يتدربوا بما يكفي لخوضها وحين يقتلون فإن المحظوظ منهم من يحصل على قبر لن يزوره فيه أحد ولأنهم لم يكونوا جنودا في أي جيش رسمي فلا يجد أهليهم من يجيب عن أسئلتهم حول مصير أبنائهم مقاتلون لا يتبعون وزارة الدفاع الليمانية ولا يحملون الجنسية السعودية يحصل بعض أهليهم على مبالغ زهيدة مع أخبار موتهم ومع اختفاء جثامينهم يمسون كأن لم يكونوا شيئا مذكورا